موسيقى مصر الخير وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من صوت الناس تبث عبر صوت بيروت انترناشنل صفحة بيروت سيتي على فيسبوك طبعا بالتعاول مع فيديال نيوز والإعادة عبر إذاعة صوت كل لبنان عند الساعة التاثعة والثلث مساء إنه الزمن الذي تدق فيه ساعات حقائق عديدة فهل لبنان حاضر للتلقف أم إنه كالعادة جاهز للتفلت حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري تعلن اليوم في لهي قسم سيهلل للعدالة بعد طول انذذار وقسم سيرمي حرابا على عدلها ولكن ماذا عن موقف الدولة الرسمي هل ستتعاطى بمسؤولية أم إن رأس النعامة أقرب إلى الطمر في الرمال حقيقة أخرى لا تقبل الجدل وهي أن الطبقة السياسية باتت صورة مدرجة بعصف المرفأ تحتاج تدعيما مشروطا بإصلاحات ملحة تحكي عنها ألسن السياسيين وتغتالها أفعالهم فهل يسبق الانهيار إعادة البناء؟ أما الحقيقة الثالثة فهي حكما ستخضع للتناتش في حلبة الصراعات الداخلية اللبنانية التي ستجمع المنادين بنظام سياسي جديد أو عقد جديد أو حتى تطوير النظام أو تطبيق الطائف لا إلغائه ولكن هل المشكلة في النظام؟ أم في من يتولى إدارة هذا النظام؟ أليست كل هذه الحقائق هي التي دفعت بالوزير نصيف حتي الرجل الطيب إلى تقديم استقالته والخروج من المركب التائه في بحر نظام غني بالتحديات المصيرية وفقير بالإرادات السديدة على حد تعبيره؟ مساء الخير نصيف حتي مساء نور اليوم بيصدر أرار المحكمة الدولية في لبنان بتبارك لللبنانيين ولا بتقول لهم الله ينجينا؟ لا دائما أبارك أنه نحن ذهبنا إلى المحكمة كدولة لبنانية طبعا هناك أراء معينة معروفة في لبنان ترفض مسبقا أو لا ترضى مسبقا بحكم المحكمة وهناك ما ينتمسك بحكم المحكمة الدولة اللبنانية دون شك ستحترم ما يصدر من أحكام عن هذه المحكمة شو الفرق بين الاحترام والتعاطي الإيجابي مع المجتمع الدولي ومع قرار المحكمة موضوع آخر تعاطي الإيجابي في هذا الأمر وفي أمور أخرى علينا دائما أن نتعاطي إيجابيا كدولة لبنانية ليس أي موقف دولي إنما نميز بين موقف دولي أن يصدر عن دولة معينة أو مع مجموعة الدول لا أتحدث عن المحكمة هنا هذا قرار يختلف وأيضا ما قد يصدر عن قرارات أمم المتحدة أو هذا الأمر أو ما هو معروف كأعراف دولية أو قوانين دولية أو نظم دولية عليك أن تبقى في هذه السياقات بشكل عام ما عليك إذا لم تتمكن الدولة اللبنانية من تلبية مطالب أو النتائج المترتبة عن هذه المحكمة هل هالموضوع سيأثر على علاقاتنا بالأمم المتحدة؟ لا أعتقد هذا الأمر يعني كثير من الأمور تؤثر على علاقاتنا في المم المتحدة ولكن لا أعتقد أن هذا الأمر وكلنا ندرك بكل صراحة كل العوامل التي تحيط بمواقف مختلف الأطراف ولكن مع التأكيد أن الدولة اللبنانية ارتضت وذهبت هي إلى هذه المحكمة وإنشاء هذه المحكمة وهي تقول وتردد دائما كافة حكومات لبنانية أننا نحترم ما سيصدر عن هذه المحكمة لا أحد في لبنان أعتقد يريد أن يذهب في منحة معين لتوتير هنا أو توتير هناك أو تصحيد سياسي هنا أو هناك ليس لمساعدة أعداد الأمر نقطة أخيرة كيف منقدر نحترم ومنحط راسنا بالرمل؟ لا تحترم شيء وتحط راسك برامل شيء آخر نحن عادة نحط راسنا بالرمل في عنا تقليد نحط راس بالرمل في أمور عديدة منذ سنوات عديدة في لبنان وهو الذي أدخلنا في الحيط عدة مرات لأنه لم نكننا نستشرف الطريق أمامنا في كثير من المواضيع سياسية، استراتيجية، اقتصادية وآخرى يعني هذا درس يجب أن يكون أمامنا دائما وهذا السؤال يجب أن يطرح باستمرار على من هم في السلطة في لبنان في كافة مواقع السلطة في لبنان فإذا لبنان يجب أن يتعاطى إيجاباً مع ما سيصدر عن المحكمة الدولية طبيعي لبنان صرح أنه سنتعاطى لبنان الرسمي صرح أنه سنتعاطى بالطبع إيجاباً سنردى بما يصدر طيب، عبرت عن امتنانك لكل من أبدى ثقة بشخصك لما كنت عم تستئيل بس أنت خيابة أمل أنا يمكن خيابة أمل من كان مراهناً ربما قد تكون هناك شخصيات أو أطراف راهنت أنني دخلت إلى السلطة لأبقى في السلطة وهذا رهان خطأ مع احترام للجميع لأنه من يراهن على عمر هذا النوع لا يعرف الشخص الذي يراهن على سلوكية معينة من طرفه أنا جئت مع احترامي وسكرت كل من أيدني أشخاص أو أطراف أنا لا أنتمي إلى أي حزب هذا ليس بسر ولا أنتمي إلى أي طرف لعلاقات صداقة واحترام متبادل مع ناس في كافة الأحزاب السياسية في لبنان والقوى السياسية في لبنان وأنا حقيقة أعتبر أن ظاهرة صحية أن يكون هناك هذا التنور السياسي في لبنان لكن أنا جئت بكل صراحة هلأ أنا لا أرد من يريد أن يقول أنت عملت هيك أو أنت عملت هيك يعني تروى قصص أحياناً من الخيال أنا لست ضد رأي سياسي لا أقفز من الموضوع إلى موضوع آخر أن تقول أنا أختلف معك بزرائي بس أن تقولي أنت اجتمعت مع زيد أو مع عباد في هذه اللحظة أو كذا يعني هذا النوع لن أصفه بالإعلام السيئ أكثر من هذا لكن ما أود أن أقوله أنا بكل صراحة أنا استقلت وصرحت وأصدرت بيان لأن أنا جئت عندي قناعة بكل تواضع أنه أنا جاي ضمن مشروع إصلاحي كبير في لبنان يحتاجه لبنان منذ سنوات لم ينطلق بالقوة التي كان يجب أن ينطلق بها بعتبر لم ينجح لم ينجح والوقت ضدنا كنت أكرر دائما أن الوقت ضدنا عندما اقتنعت أنه ما في مجال ما في فايد وأرجو دائما أقول أن أكون مخطئا ومن يعتقد أنه ممكن ولو أن الحكومة كد استقالت بعد ذلك فبالتالي لم يعد لي مكان في هذا العمل سيد الوزير من بعد ما استقلت طلبت موعد من رئيس الجمهورية صح؟ لم أطلب موعد هذه حقيقة كمان أنا أتطلع دائما بالطبع اللي حدث أنت ما تنسى 24 ساعة بعد سيقالتي انقلبت الأوضاع كلها في لبنان بالطبع كنت حشوف أطلب موعد يعني أنا استقلت يوم الاثنين وبالطبع سأطلب موعد لألتقي بفخامة رئيس طبيعي ولكن اللي حصل صار كل الأمور قد تبقى جانبا حد ما حصل ليس عندي قطيعة مع أي أحد أنا في يعني أعتبر نفسي ما عندي قطيعة مع أي أحد رح تطلب الموعد من الرئيس عاجلا أم أجلا؟ طبيعي أن أزور الفخامة الرئيس طبيعي أنا وزير وزير سابق وأن ألتقي برئيس الدولة عندما نقاط سريعة على نقاط أساسية بيبين استيقالتك انتفاضة شعبية قامت ضد الفساد والاستغلال فيني استنتج من كلامك أنه ما في خلاص مع هالتركيب الحالي أنا أقول بكل صراحة قناعتي لأنه نحن بحاجة مش لمراهم لمعالجة هذا الجرح العميق نحن بحاجة لعملية جراحية لذلك الحديث عندي وعند غيري كان دائما حول إصلاحات هيكلية وبنيوية إصلاحات في العمق شاملة للنظام اللبناني دون شك هذه الإصلاحات الولوج في هذه الإصلاحات سيصطدم مع قوى عابرة لكل الأحزاب وعابرة لكل الطوائف يعني ما حدا بده يغير معاليك؟ بالطبيعي مش ما حدا بده يغير هناك قوى ضد التغيير هناك ضيوى ضد تغيير فعلي وهي موضوع توازن قوى على الأرض أنه بنهاية الأمر الشعب اللبناني كله أو في أكثريته يطالب التغيير لأنه هناك حاجة للتغيير هذا السؤال مطروح إذن موضوع علاقة قوى هناك من سيرفض التغيير هناك من سيحاول إخراج التغيير عن مساره تسييس التغيير في مجالات أخرى لا علاقة لها كل واحد بده التغيير اللي بيناسبه ومعاليك؟ بس في عنوين معينة دون شك في ناس ما بده تغيير بالمرة في ناس ضد التغيير لكن ما أقوله الحراك نزل الناس اللي نزلت على الشارع مش حزب سياسي بموقف عقائدي أو برنامج سياسي معين نزلت أنه كفى هذا الوضع غير مقبول يعني كلنا ندرك أنه الطبقة المتوسطة سقطت في لبنان أنت ما بدك تساوم على مبادئك؟ هل كانت المجريات الأمور بالحكومة عم تجبرك تساوم على مبادئك؟ أنا لم أسام لأ كما رأيت أنه لم نذهب في المنحة الذي طلبته مع احترام وتقدير الجميع كان علينا أن نمتلك برأيه بكل تواضع مع احترامي للجميع وبيحب أن نقشو أن نذهب مباشرة ولا ننترز عنصر الوقت تذهب لأوين؟ تذهب نحو التغيير باتخاذ قرارات جريئة تتحش في التغيير مثل شو ما عليك؟ بكافة مجالات ما في موضوع معين أنت جيت بموضوع تغيير عام تطرح قضايا أساسية للتغيير وتذهب بها أنا وجدت للأسف للأسف أنه الضغوطات ولا أن في أن هناك ضغوطات هائلة من التركيبة السياسية اللبنانية بشكل عام كانت تريد أن تمنع حدوث هذا الأمر بس ما هذه التركيبة التي أعطيتكم سئتها بمجلس النواب هي أتت بكم على أساس أنه أنتوا أكيب تغييري شو المصلحة بأن توصل أكيب تغييري وتوقف ضده بعدين؟ تسألها ربما ربما لن أجيب عن أحد غيري ربما في رأي البعض أنه نستطيع ربما أن ننفس التغيير أن نسمح بعصول بعض التغيير دون تغيير آخر أنا في هذا الأمر كنت أميز دائما يقول لك أنه في مع معارضة وفي مولاة في هذا الموضوع يطال الجميع سواء في المعارضة أو في المولاة هناك من هو مع التغيير هنا وهناك هناك من هو ضد التغيير هنا وهناك حتى من الأطراف التي كانت داعمة الحكومة كانت فيه ناس ضد التغيير؟ دون شك دون شك يعني تنتفق مفهوم التغيير ليس مراهم ليس تغيير بسيط يعني نحن في حاجة لتغيير مثلا ما هو الدور الاجتماعي للدولة اللبنانية إعاطة النظر بالاقتصاد اللبناني مش تنهي اقتصاد الخدمات نؤكد على اقتصاد الخدمات لكن اقتصادنا قائم على الشق على الناحية المالية بشكل كبير جدا هذا رئيس في الاقتصاد الخدمات بس الحكومة كانت بتوجهه آخر لا انا اتحدث الحكومة لم تأتي لي تلغي لم تأتي تتصور بعض وراحة تعمل اقتصاد تدخلي بلا رئيس الحكومة هيك ايه المعاليك؟ رئيس الحكومة هيك محمد دادي سنة ماضي انه هادي وصلتنا لهون بس عم يتحدث مش انا عم دافع الرئيس الحكومة في التباس حاصل 30 سنة قال اعتقد من الممارسة وليس من النموذج الاقتصادي الليبرالي نحن مشكلتنا في قدمين نموذج الاقتصادي الرئيس المالي الليبرالي نيو الليبرالي الليبرالي جديد شديد غياء يعني يقوم على شو على نوع من الرئيس المالي الشديد في سيطرة البديل عنها ليس جدهاب نحو نظام اشتراكي او كذا يخي اذهب نحو الدول الغربي انظم الدول الغربي حيث هناك شبكة امان اجتماعي حيث هناك دور تدخلي للدولة في الحد الابنى حيث هناك استثمارات في القطاعات المنتجي ليس البديل عن هذا ان تذهب نحو نظام اشتراكي او نحو نظام شيوعي في الماضي او اذا القبيل طرحت امامكم مواضيع تغييرية على طاولة البحث واختلفت عليها طبيعي بالعكس هذه ظاهرة صحية ان تكون هناك اختلافات او خلافات لانه دريل جديد للنقاش بس لم تنجز ما انجزته هذا ما قلته انا ما قلته انه انا بكل تواضع توصلت الى قناعة انه مش عم نمضي بقوة نحو رؤية تغييرية فعلي طيب هل لبنان سواء في بناء دولة مؤسسات بناء دولة تقوم على المسائلة على الشفافية دولة مؤسسات جد اساسي انت تبقي افكارك وانتمائك سياسي على الباب البعض اللي بيقول انه لا كل انسان يرأي سياسي بس تدخل بتصير ما يسمى بالفرنسي كوميدوليتا انت في الدولة بس مش هك انت بتعرف انه كان فيك اكتر من وزير كانت مرجعياتهم عم بتقول نحنا بدنا نسحبهم من الحكومة طبيعي نسمع بهذا الامر يعني نحنا منا جاي من جمهورية افلاطونية لا من الناعي ولكن تصورت انه نمضي في هذا التحدي رأيت بكل تواعده انه فشلنا في الماضي في هذا التحدي طبعا نحنا جينا الى قصة الطريق منا مفتوحة مانه هايوي قدامك اصبحنا دولة فاشلة هناك انا اقول بذلك كنا دولة في طريقة للفشل وكافة المعايير تقول انك يوري فالد ستايت انت اليوم دولة فاشلة مش معناه تندب حظنا فيك تدرس الوضع وتحاول ان تستفيد لتعود وتقف على رجليك من خلال المساعدة المساعدة مش يعطيك مساعدات من المفهوم المابدي مساعدة يواكبك في عملية الاصلاح ويمد لك هذا المساعدة تذهب الى اصدقاء دول نحن بدنا اصلاح هذا هو السؤال نعود الى السؤال الاساسي هل نريد فعلا هل نريد اصلاح فعلي لانقاذ لبنان ذكرت اكتر مرنى اكيد لو بدنا ولو مضينا اصلاح فعلي يعني قلت انا من اكتر من فترة انا مني اقتصادي بس كل مواطن لبنان يقرأ سقوط الطبقة المتوسطة اخذنا مش الاسنسير اخذنا ديسنسير المهبط طيب هذه الامور نرى هناك وضع يعني ضاغط جدا من مثلا فقدان العمل عند الناس من البطالي مين يكبلنا هذا قارب النجاة ما في حدا حيتبرع لك بقارب النجاة مسئولية الاصلاح مسئولية اولا لبنانية ولكن عند ذلك هناك كثير من الدول شفنا مجموعة الدعم الدولي للبنان مجموعة مؤتمر سادر ممكن ان تساعدك وممكن ان تساهمك دول عديدة تطلب مساعدة لا يعني التخلي عن سيدتها لا يعني التخلي عن قرار الحر يعني انت تحاور لتحصل ربما على افكار على مقترحات لتمضي فيما هو يجب ان يكون خريطة طريق وطنية ضمن جدول زمني محدد الوقت عدونا الاساسي كل يوم بيمر يعني شوف انت اليوم لو الابواب مفتوحة للهجرة ربما ما في حدا يقفو الباب بعدين بلبنان خلينا نحكي بكل واقع عم تقول يعني لو ابواب الهجرة مفتوحة ما بيبقى انسان بلبنان يعني عنده فرصة شاب بده يعمل ما هي احتمالات العمل والعيش بتأمين الحد الأدنى اليوم في لبنان هذا واقع هذا واقع قبل الكورونا وقبل هذه الكارثة التي حصلت يوم 4 شهر ما عليك حضرتك وزير خارجية وديبلوماسي عتيق جدا بتعتقد نحنا ممكن نقدر نخلص اذا بقيت ابواب الدول العربية الخليج تحديدا والابواب الغربية مو صدي بوجنا شكرا طرح السؤال انا بخطابي بتسلم وتسليم مع وزير خارجية السابق قلت انه نحنا علينا ان نتحرك بديبلوماسينا ناشطة نحو اولا العائلة العربية الاسرة العربية وايضا نحو الاصدقاء الدوليين وان نلعب دور الاطفاء في المنطقة اكرر هذا امر ماذا يعني؟ دائما الدول الصغيرة والدول المأزومة والدول عندها بعض الهشاشة لأسباب جغرافيتها السياسية مثلنا نحنا يعني او ما اسميه لعنة الجغرافية السياسية لدولة معينة عليها ان تكون دول ناشطة لكن لتكون بدور ناشطة يجب ان يكون عندك توافق وطني وفاعل وفعال تبني عليه هذه الامور مصلحتك ان تتحرك اولا نحو اسرتك العربية بكل تواضع هذا ما حاولت ان اقوم به ومن اتصالات اجريتها لانه للعودة الى الاسرة العربية العودة الى الاسرة العربية نحن اليوم خارج الاسرة العربية لا يعني انك انت تصبح طرفا ملحقا بهذا المحور او ذاك انا في رأيي ان تقيم افضل العلاقات دون شك تبدأ مع اسرتك العربية مع الدول التي تاريخيا لقى علاقات متينة معها طبعا على قاعدة احترام سيادتها وسيادتك وقرارك وقرارها يعني احيانا دقول الخلاف في الرأي لا يفسد الوضع قضية حيث هناك خلاف تحاصره حيث هناك اتفاق تبني عليه وتجد مجالات اخرى اتفاق ولا تدخل في سياسات محاور لا تتحول لبنان مشكلة لبنان دائما انه كان ملعب وصندوق بريد توجه فيها كافة قوى الاقليمية والدولية رسائل الى قوى الاقليمية ودولية اخرى طول ما احنا بمحور اليوم ما رح نقدر ان نبني علاقة نعيد بناء العلاقة مع الدول العربية انا لا اريد ان اكون انتقل من محور اريد ان اكون في موقف وسطي موقف يقوم على بناء الجسور محاولة حل الخلافات المساهمة في حل الخلافات في المنطقة لانه هذا هذا ما اعتمناه والواقع ما عليك طبعا لا انا ما اجابت قلت اريد ان اقوم في هذا الموقع لا انتقل لاصطدم مع هذا او ذاك شو بده من الدول العربية تسأل دول العربية دول العربية تريد ما فيني اقول كل الدول العربية هناك علاقات مختلفة مع الدول العربية الدول اللي حاليا عندك علاقات تتسم بالخلافات معها تريد منك ربما ان تتموضع بشكل اخر اقرب الى وليس ما تعتبره انك قريب لمحور كل دولة تقول انا لا اعبر عن وجهة هذه الدولة او ذلك بس انت وزير خارجي لازم يكون وصل لك رسائل واضحة انا قبل ان اكون وزير خارجي كنت اقرأ الموقف وصلت وزير خارجي قرأت مواقف وصلت لرسائل واضحة انه يعني هناك البعض يعتبر انه لبنان منحاز فعليا مش بالضرورة نظرية في مكان معين في مكان معين ولكن كما اقول دائما انه اليوم يا سيدي تبدأ بما اسميه لحد الابنى من التوافق وطني انا ذهبت الى لجنة شؤون الخارجية اول ما بالمجلس نواب وقلت لا اطلب من اي طرف ان ينغرم طرف لبناني او ان يقع في حب دولي معيني قد تكون صديقة لطرف اخر في لبنان سياسي ايديولوجي او اخر ولكن اطلب منه كونه مشارك في السلطة ان يقوم بما اسميه اجراء بنائفقة بسيط جدا ان يقوم على الامتناع ان لا اشتم هذه الدولة ان لا اهاجم هذه الدولة وبالتالي كحد ادنى يعني لا يمكن ان يصدر هذا شيء مطلوب يعني لا يمكن ادخال لبنان فعليا مش نظريا فعليا اهم نظريا في سياسات معينة وهذا ينطبق عكافة الاتجاهات لا اقول ان لا تهاجم هذا الطرف وتهاجم الطرف الاخر انا من مصلحتي ان اكون في الوسط كل شيء يساهم في حل الخلافات العربية والخلافات في المنطقة اعمل له لمصلحة في ذلك وان قدر الامكان ان انشط في اطار اسرتي العربية دون ان يعني ان اكون في حالة صدام مع الاخرين بس لكن حد هاللحظة لبنان مش قادر يقوم بها المهمة اللي هي اكسيجانو مش قادر يقوم فيها بالضبط وهيدا واحدة من الاسباب اللي خلتك تترك الخارجية انا بالضبط انا شوف انا تركت بكل صراحة يعني جزء من السياسة العامة كنت اتمنى عندما تحدست على الاصلاح ربما طبعا هناك الاصلاح الاقتصاد الاجتماعي لكن يواكب هذا الامر ايضا الزهاب الى دور ما اسميه وسطي اكثر بمعنى انا اسميه حياد ايجابي اليوم في حديث عن الحياد حياد ايجابي ليس حياد مفهوم القانوني انت دولة عربية دولة مؤسسة لجام عدو العربية انت في حالة حرب مع اسرائيل الى ان يتم السلام لا يعني ان يكون ارضك مباحة للحروب ولكن انت عمليا في هذه الحالة ينظم علاقاتك اتفاقية الهدن مع اسرائيل ولكن انت مش مفهوم بالحيادة الدولي ولكن ان تكون محايدا يعني ان لا تكون في اي محور لا تنتقل من محور الاخر بالفعل بالواقع ليس نظريا نظريا ما حدا بمحور بالفعل والواقع ان لا تكون ان تبني اكثر ما يمكن اكثر قدر ممكن من العلاقات المتنوعة مع الجميع يعني اعطيك مسأل بسيط عندما تحدث البعض انه ننتهي من الغرب ونذهب الى الشرق الشرق اليوم ليس الشرق ايام الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والحرب الباردة الصين الشعبية اليوم لها افضل العلاقات مع دول غربية وخلافاتها خلافات اقتصادية مش مواقف ايديولوجية مسبقة ما بتحدث معك او انا ضدك نوع يا سيدي علاقاتك قدر الامكان لانه هذا يحميك بتقيم مظلة وشبكة تحمي المصالح اللبنانية وتحمي الامن الوطني اللبناني بما انك حكيت عن الحياد الإيجابي هالكلام هيدا في الحياد الناشط اللي عم يحكي فيه البطرك بيلتقوا؟ دون شك الحياد الإيجابي انا تحدثت عن دور ديبلوماسية ناشطة اتحدث عنها من قبل ان اصبح وزير خارجي بسنوات اتطلع لان يكون بلدي ذات ديبلوماسية ناشطة لماذا؟ اقول دائما ان الدول الصغيرة بحاجة لديبلوماسية ناشطة لتضعها على الخريطة في المنطقة لتصبح دولة ذات أهمية او ليصبح اذا بدك استقراره مهم للجميع بسبب هذه الدبلوماسية ناشطة اذا طلب منك اليوم من بكركة انك تقوم بأي مهمة اللي علاقة بيعني اعلام العالم اعلام العالم عن هال الوسيئة اللي عملتها البطرياركية هل انت جاهز؟ انا اتحدث يعني بكل تقدير بكل تواضع قرأت الوثيقة انا اتحدث عن وهذه بحاجة طبعا كما ذكر صعب الغطة بحاجة لحوار وطني لبناني لكن انا اتحدث انه يجب ايا ما نريد ان نصف به الحياد الحياد مبدئين لا يعني انك انت محايد مثلا في قضايا انت ملتزم بها اعود واقرر في النزاع العرب الاسرائيلي طبعا طبعا هذا شيء ذكروا البطريارك بالوسيئة لكن انت لا تذهب فعليا لانه نظرية مش عم تذهب فعليا في محور ضد محور اخر ولا تتحول الى ورقة عنده طرف في سراع مع طرف اخر ايا كان هذا الطرف او ذاك الطرف مصلحت انا في اقامة علاقات وذكرتها في المنطقة تحديدا في الاقليم العربي والشرق اوسطي يعني تقوم على احترام سيادة الدول تقوم على عدم التدخل في الدول تقوم على ادارة واحتواء الخلافات قد يقول البعض هذا كلام مثالي سيدي المثالي ان نعتقد انه نستطيع ان نحصل على الامان ولا تطالنا الحرائق لم يكن اليوم انما غدا لو رحنا بمنطق التدخل ومنطق اقامة نظام من الفوضى الاقليمية عندك علامة استفهام حول المذكرة اللي اطلقها الوطرك؟ طبعا لا ما عندك ما عندك هي للنقاء هي مذكرة بس وكأني حسيت انه اذا طلب منك دور ديبلوماسي ما مش كأنك محمس لا انا ما قلت محمس او مش محمس انا علي يعني انت عليك ان تبدأ في الداخل اي ديبلوماسية حتى تكون ناجحة في الخارج الديبلوماسية وسيلة لتنفيذ سياسة خارجية السياسة الخارجية لا يضعها وزير خارجية ينفذها وزير خارجية يجب ان يكون هناك توافق في لبنان نحن نعرف انه كيف في لبنان كان عندنا وكتبت بالماضي بهذا الامر سياسات خارجية للطائفيات السياسية كل واحد فاتح سياسته بالفعل مش معناته حسب اتفاقيت في فيننا ويتم التعامل معه على اساس ولكن كل واحد فاتح علاقاته خارج دولي هذا يختلف عن ان نكون لك اراق سياسية مختلفة بس انا ما فيني جر البلد في محور او جره في محور تاني انا مصلحتي علاقات طبيعية في منظومة اقليمية تقوم على احترام سيادة الدول بعضها البعض الاخر وبالتالي اي عمل استطيع ان اقوم به بكل تواضع في هذا المجال انا اكون اكثر من مسرور ان اقوم به هذه قناعاتي هذا الحياد الايجابي ان نقوم بعيدين قدر الامكان وايضا لا يبقى موقف سلبي بمعنى انا ابقى على الحياد اذا استطعت ان اساهم في اطفاء الحرائق واحدة او ما غيري فيجب ان اساهم في اطفاء الحرائق خلينا نقف اجرينا قبل ان نطف في حرائق ليش عمقول هيك مش اليوم بس انت من هات الامر لك مصلحة وهذا شرطة كما اقول اي ديبلوماسية ناشطة بحاجة لتوافق وطني فعلي مش نظري يعني احنا بنعمل جلسات حوار وطني وحفل التباوس وكلنا بنحب لبنان مش هيدا طعا نتفق ما هي الاسس ما هي الثوابت كيف ندير الخلافات هون الخلاف تعرف انت في الدول المتقدمي عندما يكون هنالك امر يهدد ما يسمى الامن القومي للدولي السلطة تدعو المهارضة للتفاهم انا بجلس لك سؤال اخر حدث صار على ايامك بمزارع شبعة هيدا ما كان بيهدد الامن القومي طلعت علينا اسرائيل وضربتنا والحكومي مش عارف بعد شو ساير هذا الامر حقيقة نعود الى تعقيداته الكبيرة جدا انا اكرر وكرر دائما نحن لنا مصلحة اكثر من اي طرف اخر باحترام الخط الازرق باحترام دور مزارع خارج باحترام تعاون طبعا واحترام مع الجيش دور قوة حفظ السلام في جنوب لبنان اللي هلأ سيتم التمديد لها خلال هذا الشهر كما هو كل شهر ايب لا اكد هناك من يطرح اذا لم يمكن تغيير في المهام فتخفيد في العديد انا اعتقد انه لا مصلحة لأحد في هذه اللحظة ايا كانت انتقادات البعض وقد نتناقش في هذه الانتقادات لا مصلحة لأحد اذا لم تغيير مهامة تعزيز مهامة لا هذا لعب على تعبير اي تعزيز المهام تغيير شيء تعزيز المهام يمكن ان يتم بالتعاون والتنصيق وهو قائم بشكل يومي ويمكن ان يعزز مع الجيش اللبناني في الجنوب اما خفض العديد فيحمل رسالة جد سلبية لمن؟ للمجتمع الدولي وللجميع لكل من يريد الاستقرار حفض العديد يعني انه هنالك تشكيك في التزام الامم المتحدي في الاستقرار في جنوب لبنان بس هم بقولولك انه في محلات ما عم فينا نفوت عليها يعني صارت دفعين 20 مليار دولار هذه الامور تعالج تعالج ويمكن ان تعالج بالحوار مع يعني مع الجيش اللبناني على الارض عمليين على الارض بالتعاون والتنصيق معه وبالحوار مع السلطة اللبنانية يجب ان تعالج انا لا اقول ما في موقف انه مطلق ولكن هذا امر اكثر من ضروري اقدر يعالج اقدر يعالج لبنان مع الجيش اللبناني مسألة مثل هيدا ولا هي بصراحة ما عليك بيد حزب الله انا بقولك قادر ويجب ان تعالج دون الكثير من الصعوبات بس لا اعتقد هنالك مصلحة لأحد اليوم باضعاف قوة حفظ السلام يونيفل في جنوب لبنان لانه توجه رسالة انه يعود لبنان ليصبح مجددا صندوق بريد كما كنت اقول دائما لتوجيه الرسائل بكافة التجاد لا اعتقد في هذه المرحلة يعني اي طرف يريد او يخاطر ان يذهب في هذا الاتجاد يعني يخطئ الامريكيون ان انفعلوها انا شوف يخطئ انفعلوها يعني ممكن ان توجه انتقادات لا يعني انه متفق معهم بالانتقادات لكن انا ارى الموقف الفرنسي بسمه البن هولدر ومعه موقف عديد من الدول الاوروبية وغير الاوروبية وطبعا روسيا الاتحادية والصين الشعبية وهي كلها ايا كان عنده ملاحظات على اداء اليونيفل وعدم تسهيل او معوقات اهيدي يمكن تحسين هذا من خلال الحوار لا تخفيض العديد ولا محاولة تغيير المهام لا يمكن ان يمر ولكن عدم تخفيض العديد طيب معليك بخروجك من الوزارة الخارجية هيدا الشي بيعني انك للأسف افشلت انك تحقق مع الدول العربية ودول العالم بسياسة لبنان الخارجية شوف كما اكرر يعني انا الي خبرة بكل طوال 35 سنة في العمل الديبلوماسي اليوم السياسة الخارجية كما ذكرت مرات علي بسرعة تصنع في الدولة وتكون هناك الاقواعد الوزير والادارة المعنية الخارجية تقوم بتنفيذ هذا السياسي ما فيه توافقات جد هشة في لبنان لنكون صريحين على شو؟ على سياستنا الخارجية؟ على الاسس مش انه اذا بتعمل علاقات مع نيوزيلندا او اذا بتشوف فنلندا على الاسس ولذلك انا كنت دائما ادعو لحوار فعلي عملي مش حوار يعني مجرد عنوان حواري حوار فعلي عملي لنبلور بعض الاولويات وبعض القواعد لأي سياسي خارجية ولذلك انا عندما تحدث الاولوية التوجه للحوار مع الاخوة العرب لتعزيز الوضع لبعض البيت العربي لخلق وضع يسمح بتسوية الخلافات في المنطقة وهي شديدة نحن نعيش حرب باردة اقليمية نعيش حروب بالوكالة في المنطقة نعيش حرب اهلية عربية عندك ناس من هذا البلد يقاتلون في بلد اخر اكثر بلد يدفع الثمن غير البلدان المشتعلي مثل سوريا وليبيا هو لبنان وبالتالي لنا مصلحة اكيدة اكثر من غيرنا بان نطفق هذه الحرائق لا نستطيع ان نطفقها نفسنا بس علينا ان نعي اهمية تطفق هذه الحرائق وشوي التواضع يا شباب بالداخل مش كل واحد يحاول يشد البلد باتجاه معين بس معليك اذا مع هالخبرة كلها ومع هالكلام الجميل جدا ما قدرت يعني ما قدرت متوخزني بالتعبير ما قدرت امنت زيارة على الدول العربية وهن بيعرفوك من خلال خبرتك ديبلوماسية هيدا يعني تسكير على لبنان في دول عربية وزارة مصر مشان الجامعة العربية وزارة جدي لمنظم التعاون الاسلامي دون شك وكان ممكن زور دول اخرى يعني في دول عندك علاقة يعني في فترة ما تنسى دخلنا في فترة كورونا مش عم بحكة مبررات هناك دول في هذه المرحلة وقال بعض المسؤولين احنا ما عنا مشكل معك شخصيا قلتوا انا هوني اقتي بصفتي الرسمية ورئيس بصفتي الشخصية هني مشكلتهم مع صفتك الرسمية اكيد مش شخصية لا نزيع سرا انه هنالك دون شك مشاكل وسميني خلني اقول عطب اخوي مع بعض الدول علينا ان نعالجوا يعني الجرأة والوضوح ان تذهب وتعالج هذا الامر هذا ما كنت اتمنى حتى مع دول غربية صديقة ودول اخرى انه اليوم انت بس بنهاية الامر انت وزير خارجية قادر ان توزف خبرتك واتصالاتك بهذا امر لكن بنهاية الامر في عندك برو دوية عندك بضاعة بدك تقدم بدك تبيعة بدك تناقش فيها ما بقى تقطع بضاعتنا عندهم ما عليك بنهاية الامر اذا ما انا بقى لك ما فيك تعمل سياسي خارجي فعالي وناشطة مش باللبنان باي دولة اذا ما فيه توافق فاعل في الداخل حول الاولويات الوطنية وهذا شيء مش موجود لهلا طبعا ما عليك انا بدي اسألك فيه نقطة تانية من باب اللياقات لما دولة لبنان بدأت روح تتعاطى مع الدول العربية مع احترامنا وتقديرنا وبعرف صدقتك باللواء عباس ابراهيم يجب ان تتمثل الدولة بوزير خارجيتك ليش بيروح المدير العام للامن العام فيه جوابين ممكن تسأل المسؤولين لماذا المعنيين اقروا وفيه جواب اخر انه في مرحلة معينة قد لا يكون الاتصال مقبول على مستوى سياسي عالي وزير شو الرسالة من خلاله اذا الرسالة من خلاله هيدا انه نحن حاليا ما زالت علاقاتنا معكم غير سوية كليا ولكن طبيعة الامر المسؤول بشكل اساسي عن تنفيذ السياسي الخارجية لأي بلد هو وزير الخارجية وجهازه ذات الخارجية بس كما قد كلك احيانا نوانس بتتم بالنسبة للبعض انه نفضل ان يتم الاتصال على مستوى ما دون السياسي يعني مستوى الادارة العامة ما دون السياسي هذا يعني انا اجيب على هذا السؤال لكن هناك مجالات عديدة اخرى كان يمكن لوزير الخارجية ان يكون بنشاط بها لو كان في عندك اوراق لحد الادنى تقدر تخرج فيها مين حرمك الوضع محرمك الوضع المركب عندك محاربك مش شخص عم بيحاربك فازا لما بتقول انه انت فتت لتشتغل عند رب عمل واحد اسمه لبنان اسمه لبنان لقيت حالك عند ارباب عمل طبيعة التركيبة ايه مش اعتقد بكل وزارة ممكن واحد او بكل التركيب اللبنانية نحن في لبنان نفتقد الى ما يسمى منطق الدولي منطق الدولي عندنا مناطق الدولات الطائفية السياسية نحن عندنا بالواقع نوع من الفيدرالية الطائفية السياسية في لبنان كل واحد يقول للتاني انت طائف يكون عم تطلع بالامريقية عندنا فيدرالية امر واقع مش دستوريا لا دستوريا كله مرتب هي فكيف تذهب انت عرفت كيف كما لتمثل جامعة الدولات اللبنانية كنت اشتغل في جامعة الدول العربية الدولات اللبنانية بمعنى هذا بدروح هنا اذا بدروح هنا اذا ما عندك توافق الحد الادنى الممكن ما ممكن تذهب لانه الاخر ليس بغبي ما الاخر يدرك يعني انا متل ما بدرك في هذه الدولة العربية او تلك الاجنبية تركيب السياسية وموقع التأثير بس اذا ما في عمل مؤسساتي يصبح بروتوكولي وانا ما انا رايح عن بروتوكولي مش انهيك الدول العربية ما استقبلت وزير الخارجية لا شو ما بيت حرام قول ما استقبلت يعني انا اعطيك مسأل بسيط جدا انا ذهبت الى ثلاث مؤتمرات شاعة الصدف مؤتمرين عندما صدرت صفقة القرن لسميتها صفعة القرن دورة استثنائية مجل وزراء الخارجية العرب ودورة استثنائية مجل وزراء الخارجية منظم التعاون الاسلامي الاولى في القاهرة والتاني في جدي ثم الدورة العادية دورة ادار مارس لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يعني بكل اعتزاز في الثلاث مؤتمرات كان لي فرصة ان التقي باكبر عدد ممكن من الوزراء شو كانوا يقولوا لك وتحورت معهم شو كانوا يطلبوا من السياسة اللبنانية ما فيه كلهم مش كلهم جايين كل دولة بالطبيعي انا بطلبوا هني بطلبوا دون شك هناك عتب عند الكثير عتب بس هلا سمي ما شئت هناك عتب خوف دبلوماسية بأبياز مش خوف دبلوماسية لا مش هيجي وزيري يقول لي انا زعلان منك مش منك منك سوري مش منك كشخص ما احنا ندرك يعني احنا عماذا نبحث طبعا هناك محل في خلال كبير في علاقة لبنان مع العدد من الدول العربية كيف بدنا نصلحها معك هذا ما ذكرته وعم كرره ان تتخذ ان تبلور سياسي خارجي مبني على قواعد أساسية من اهم هذه القواعد رأب الصدع والحوار مع هذه الدول والبحث في توفير ما يريح هذه الدول ما يروحك في نفس الوقت مش معناه ان تتخلى عن شيء تتحاور لتوفر ما يعتبر مجالات اتفاق مجالات مشتركة سيدي كانوا واضحين جدا قالوا انه عندكم مشكلة اسمه حزب الله وسياسة حزب الله واخذ لبنان الى محاور تصطدم شوف تميز من شيئين بين انه حزب لبناني موجود في لبنان ما حدا عم بيقلك فيك تلغي الحزب ولا تلغي الحزب ولا ندخل في هذا المنطق مرفوض في المبدأ يعني ولكن طبعا عندك كثير من الدول بيقلك انت رايح من حاز في خط معين بالفعل انه يكون بالاسم وهو مهم بالفعل وليس بالاسم انا هدفي بكل طواضع كان وكما ذكرتلك بدأت ان اركز على الاسرة العربية لا يعني لانتقل من مكان لأحارب او اصطدم بس ما انت بلد عربي يعني انت ما بكون بموقعك طبيعي زكرت ان تعود الى العائلة العربية شو معانت انت دولي مؤسسي ودولي دائما كان عندك احتضان عربي ما ننسى يعني هناك دائما في كل تاريخ لبنان كان في احتضان عربي في لحظات الازمات الكبرى للبنان ومهم ان تحتضنك العائلة او ان تقيم علاقات عربية متينة لا يعني على حساب كما يفكر بعد سيادتك او حقوقك اي علاقات طبيعية تكون زاد حرارة معينة خاصة ضمن دول عربية ضمن الاسرة العربية بالطبع اذا في خلافات ولكن هناك آليات لمعالجة الخلافات ولكن ليس في الاسس وفي الثوابت الوطنية طيب مشان ما ارجع كرر السؤال وكل مرة بطريقة قدام شخصية ديبلوماسية رفاعة مثل النصيف حتي الطلب واضح اصبح الطلب واضح اليوم اذا بتكن تعيد تموضوع واحد واذا بتكن تكفوا هيك تحملوا مسؤوليتكن وقفوا على اجريكم لحالكم هيدا اللي عم نعيشه هذا الوضع اللي عم تقشوا يعني اليوم ما تعيشوا في عندك جزئين فيما تعاني منه اليوم هلا البعض تصور انه هذه الكارثة التي حلت بالمرفع بالمرفع اوكي وهي انا بسميها كارثة كاشفة على وضع على قصور الدول اللبنانية من سنوات عديدة قصور في عدم تحمل مسؤوليتها لا ادخل لتحميل طرف اوكي لا يعني المساعدات الإنسانية التي جاءت هنا كما تصور البعض يعني انه خلص عادة المساعدات لا لم تعود المساعدات جاءت مساعدات إنسانية لهيئات غير رسمية لهذا الأمر ولكن ما زال هناك نوع من مقاطعة عربية دولية لمساعدة لبنان الدولة بالزبط الدولة لماذا؟ الكل يقول لك وحأضيف شيء بسيط بعد الكل يقول لك في عندك مشروع يجب أن تكون بمشروع إصلاحي ونحن مستعدين النواكبك نحن لم ندخل وهذا رأيه أرجو أن أكون مخطئا بس بأعتقد أني ماني مخطئ أبدا نحن عم نلعب الوقت الضائع ونحاول تدوير الزوايا من عم ندخل بمنطق إصلاحي الإصلاح البنيوي ضرورة لبنانية ليس للأخرين لنا نحن بس رئيس الحكومة حكي عن 97% من الخطة اللي عملها أنا عم قل لك أنا قناعتي قناعتي ربما من ضمن الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة مش مهم بس أنا أنا اللي عم أقول هذه الدول الصديقة والشقيقة تقول لك أن تقوم بهذا الأمر ولتقوم أيضا بهذا الأمر البعض يضيف بشكل علني بسطيا ولا تبقى في جهها دون جهة أخرى بالنسبة للدول الداخلة بصراعات في المنطقة لحد هاللحظة لبنان مش قادر يعمل هيك لم يقوم لبنان الرسمي لهذه اللحظة لم يقوم بهذا الأمر مخطوف لبنان مش قادر يعمل هيك مخطوف أو سمي ما شئت أنا أعتقد أنه يجب أن تكون لنا الجرأة والصراحة والمصارحة لأنه نجلس مع بعض مش أنا أنا ماني مسؤول لأنه زعيم حزب سياسي والحمد لله فإذا الحصار الدولي والعربي لم يرفع لبنان بعد أو عدم المساعدة أو عدم الاكتراف للمساعدة لم يحصل بعد ويخطئ وأرجو أن أكون مخطئاً للمرة الألف من يتصور أن المساعدات الإنسانية عفت عن ما حصل عن أنه ضرورة المساعدات الأخرى للبنان علينا أن نقوم بالهومورك تبعنا بواجبنا وهو الدخول الولوش في باب إصلاحات هيكلية بناء مؤسسات دولة تقوم على الشفافية على المسائلة على اقتصاد شو حلوها الحلم؟ طبعاً شو حلوها الحلم؟ طيب شو البديل عن ذلك؟ أنا بدي عن ذلك أنهيار كامل نحن مذهبين نحو خط نحو أنهيار كامل بس هذا ما هو حلم مستحيل هذا ممكن يتحقق هناك إرادة تتوفر هذه الإرادة بشكل أقوى ويقتنع من يقتنع خوفاً أو غير خوفاً شايف في إرادة؟ في إرادة؟ بالرأي العام موجود شو بيعمل الرأي العام؟ بس أقل لك بالطبقة السياسية طبقة السياسية؟ لا لا ما أنا عم قل لك لا بس البديل شو؟ ما باعب تعود تمحص على البديل أنا ما عندي بديل أنا عم قل لك أنا أحذر نحن زهبين نحو انهيار اجتماعي أوكي؟ هذا نحن زهبين للأسف بيؤدي إلى انهيار أمني؟ أتمنى لا بس بيحمل كل الاحتمالات ولكن هذا الانهيار الاجتماعي سببه اقتصادي اجتماع مش مؤامرة دائما نحن عندنا أجاتا كريستي دائما يا سيدي المؤامرات تحصل بس المؤامرات تحصل أمتى؟ تحصل عندنا يكون باب مشرع أرضية أرضية جاذبة جاذبة لهذا ولكن أنت عليك أن تحصن المجتمع وتحصن وطن لذلك الحديث عندنا مقيل عن عقد اجتماعي جديد نحن ما نطلب ضروري جدا عن إصلاح اقتصادي إصلاح سياسي ما يعني عقد اجتماع جديد؟ عمليا نحن دخنا نظام جديد إصلاحه نظام الطائف ما تغير فيه عقد جديد؟ مواضيع مختلفة العقد الاجتماعي ضمن النظام نفسه هناك دور معين للدولة في حماية الطبقات الاجتماعية الأكثر وفقرة بيلحق ماكرون من هلأ الأول أيلول يشوف شي جديد؟ أنا أتمنى ذلك ولكن أشك كم مرة؟ بكم شغلة صرت بتمنيها؟ لأنه عندما أتمنى لأنه بديل عن الواقع يعني تمنياتي تزهب بعقس تحليلي بس بركي رجع ماكرون عليك وما بيعرف عن الملف اللبناني مظبوط أنا مني فرنسي ولا أني مسؤول فرنسي هذا يسأل عنه الفرنسيون في هذا الأمر يعني دون شك الجميع يمكن وزير الخارجية كمان ما شوف يعرف الملف اللبناني بالضبط الجميع شو هاي بالضبط؟ نكتي هاي الجميع بكل صراحة يعني مضحك من يعتقد أنه الآخر لا يعرف وضعك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي نحن مش عم نحكي عن قضايا أمنية مخابراتية تخفيها دولة عن دولة أخرى بيعرفوا عننا أكثر ما نعرف عن حالنا كل شي فيك تعمل أنت فيك ممكن تحصل على معلومات اقتصادية واجتماعية وسياسية عن تركيبة معينة أفضل من أهل البلد إذا كان عندك باحثين ومتابعين من أهل البلد وغير أهل البلد كيف بيعمل هايك فور رئيس حكومي؟ ما بعرف فيدي يسأل عنه رئيس الحكومي بس أنا أقول بكل صراحة أنا أقول بكل صراحة علينا أن نتصارح مع أنفسنا قبل أن نتصارح مع الآخرين عم نتحك أحالنا نحن يعني إذا ما نعمل هذه المصارحة مع ذاتنا أنه نحن رايحين كما ذكرت نحن اليوم دولة فاشلة صرنا دولة فاشلة ما يعرف بالدولة الفاشلة بس هيدا بيدي يرتب علينا أمور كتير لا سمح الله دون أتجاهنا بمادية التزالة تجاهنا قبل تجاه كل مواطن لبناني والظروف الدولية والإقليمية لم تعد كما في الماضي في الماضي كان في عندك وفرة اقتصادية في عندك طلب على عمالي مختلف أنواع العمالي فكان اللبناني بقدرته ونشاطه وعلمه وثقافته وانفتاحه وطربيته قادر أن يكون مازال اليوم هذه الأمور فقدت واليوم مع كورونا عندك أزمة عالمية اقتصادية طيب فبالتالي أنت ما هي الأبواب فعليك أن تبدأ بتوضيب بيتك بما يمكن هذا نحن على هذا مفترق بطرق هل سننجح في ذلك أم لا إذا بقية الأمور مكفية هاكي بيبقى حدا بالبلد شباب هذا خوفي أنا وذكرت لك في بداية الحديث أنه من ثلاث سنوات كتبت نحن في الانتظار في الطريق للمطار نحن بلد مهجر لأبنائنا مصدر لأبنائنا بل ما نحكي رحي نفتح العالم ما في إنسان سافر إلا في دمعتين بعيونه لأنه ملاقى حظ يشتغل في بلده ولذلك ندايت من سنوات أيضا بمسميه أهم مهم اليوم توطين اللبناني في أرضه أن تجد له عمل في بلده مش معتك الإنسان نحن يشتغلوا على تهجيره هنا نحن عم بتم العكس أوكي ذهبت إلى روما والتقيت بوزير خارجية الفاتيكان عملت زيارتين زيارة إيطالية وزيارة الفاتيكان ومن ضمنها كان زيارة بريطانية لا 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 زيارة بريطانية كانت على كانوا بيجو الحياد كانوا بيجو الحياد شوف يعني في عندك في الزيارة الإيطالية طبعا الموقف الإيطالي قبل أن أتحدث عن موفق الفاتيكان كان من الموقف الفرنسي داعم جدا فيما يتعلق باليونيفيل داعم جدا فيما يتعلق بضرورة مساعدة لكن دائما الموقف عليك أن تقوم بواجبك أنت تجاه نفسك بالإصلاح الفاتيكان جد مهتم في لبنان جد مهتم في دعم لبنان مش بعاد عن فكرة الحياد طبعاً الموضوع أنه أيضاً عندك جملة ترد دائماً من الجميع دول عربية أو دول أجنبي عربية وغربية عريت أن تقوم بالإصلاح إذا لم تكن سقف للبيت سيضلل يفوت ماء على البيت لعندك لا تقول لماذا لا يوجد ماء لماذا تغرق فعليك بالإصلاح والإصلاح الفعلي هذه هي رسالة من الجميع مع درجات مختلفة في الاستعداد للمساعدة والانخراط مع عقفاز العملية لكن الأحتضان يتم عندما تنظف عملية الإصلاح دون ذلك عملية لن تنطلق وعملية ستكون جد خطيرة للأسف على مستقبل هذا البلد العزيز معليك إذا ركبة حكومة وحدة وطنية لا أعرف بأي يوم من ما تعتقد أن هذه التركيبة أو الطبق الموجودة هلأ قادرة تعمل إصلاحات؟ أنا ضد وحدة وطنية بمفهوم أن تبوي سلحة ونقعد مع بعض ونزقف لبعض أنا بهمني بأي حكومة يسمي تكنوكرات سياسية تكنوكراتية أن يكون هناك دين شهلتين حتى نستفيد من أخطاء الماضي القريب والبعيد أولا أن يكون هناك خطة فعلية عملية مش عنوين واثنين أن يكون هناك جدول زمني للتنفيذ أنا هوني المعيارين الأساسيين أما إذا جاء زاد أم عباد هذا أو ذاك إلى الحكومة حكومة أقطاب وحكومة هذا هذا كله لن يعني شيء برنامج العمل والتزام بخريطة طريق فعليه ضمن جدول زمني أو رزنامة زمنية محددة لأنه الوقت ضدنا أنا منذ قبل تشكيل هذه الحكومة دخلت وخرجت منها طلعت منها كنت أقول أكبر عدو إلنا الوقت ما يمكن أن نعمل اليوم بهذه الكلفة غدا ستكون تكلفته أكتر يا جماعة البيت عم يحترق ونحن مختلفين على الدكور طيب بعد في نقطة خارجية قبل ما أرجع بشكل سريع على الموضوع الداخلي مبارح الإمارات وإسرائيل وقعوا اتفاق سلام أنت بتتوقع هيدا يجر علينا الويلات ولا مع المعليقة فيه دون شك دون شك شو بيجر العاملات لا حجيب عمل لك لا إله قلت لي كفرت عمل لك لا لا عفو عم قل لك ما أعود أن أنا لن أدخل في ما تقوم به دولة مع دولة كل دولة حق سيادي تقوم بما هي لكن في نهاية الأمر دون شك هلأ في توتر كبير في المنطقة في كما ذكرت لك يعني في صراع إقليمي وصراع دولي في المنطقة وفي حرب باردي وحروب مختلفة بالوكالة تقوم هنا وهناك مثل ما عشناها في الماضي في لبنان يعني اليوم إذا بتنظر إلى المسرح استراتيجي الليبي صرق الأضواء من سوريا صار أكثر سخوني ما في حدا بالعالم ما نعم يدخل صح والمشكلة في الشر الأوسط أنه كل الصراعات قد تبدأ بأسباب داخلية ولكنها تخطف بشكل سريع لتصبح يعني صراعات معينة في المنطقة أنا خوفي طبعا فيه إزدياد صراع في المنطقة وهذا جزء من إزدياد صراع في المنطقة لكن في ناية الأمر أنا كلبنان بهمني كمواطن لبناني وكمسؤول لبناني سابق وكشخص مسؤول أن تتم يعني جغرافيتي تحكم هذا الأمر تسوي سياسي سلمي شاملي للنزاع العربي الإسرائيلي حسب مبادرة السلام العربية بألفين واثنين متهيت ما ليش صح صح حلي متهيت طيب هل هناك شوف حقلك شغلة أيان كان موقف موقفنا بالماضي كانوا العربوا اتهموا باللاواقعية وإنه الغربين اليوم العرب هم الأكثر واقعية اليوم شوف أيان كان موقفك مش أنت من القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني ما تكون شعب بالعالم إذا ما أخذ حقه بدولة لن يقبأ لن يرضى بذلك وقد يكون عرضة هو أو غيره لمحاولات استعمال هذه الورقة لأهداف أخرى ما فيك تلغي قضية الحقوق الوطنية المشروع للشعب الفلسطيني أيان كان موقفي مش أنت أو أنا من هذا الأمر أنت كلبنان لا سمح الله لو ألغى لبنان سواء كنت يساري أو يميني لن ترضى بذلك إلا هذا أمر مطروح والأمر المطروح بألغية عربيا حقلك ليش لأنه تاريخيا لمشكلة العرب وكنت أحكي عنها وكنت سفيرة جمدوا عربية ما أسمي ديبلوماسية السكيزوفرانيا العربية ناخد قرار كلنا محل انفصام وكل واحد بنفس ولكن في هذا الأمر لك مصلحة لك مصلحة في إنهاء هذا الصراع بس صفقة القرن مشيت أو سميها مثل ما بدك ما لح تمشي صفقة القرن حقلك ليش ما في مواطن عربي بالدول العربية شفت في تظاهرة حاجوبك ما في ما يوقف حالا ضدها مش معتها مشيت يعني هل تعتقد أي مواطن سوري مستقبلاً سواء مع السلطة أو ضد السلطة في سوريا يرضى أن يكون الجولان إسرائيلي أنت للبناني هل ترضى أن تكون مرجعيون إسرائيلية أكيد لا إذن أنت عم تخلق عم تضع قنابل تحت الطاولة لتنفجر مستقبلاً أو ليستعملها أحد مستقبلاً فإذن هذه الصفقة في حال قبلة بها العرب ستكون قنابل تحت الطاولة ستنفجر لا يمكن أن يرضو بها دون شك مش عم بحكم المواقف رومانسية قومية عم بحكم يخيي أنسى كل العرب السوري والفلسطيني واللبناني معني مباشرة وآخر قد يستطيع إما بتعاطف وتضامن أو بمصلحة سياسية أن نستعمل هذه الورقة أنت لسماع لك لبناني هل ترضى بالتخلي لو إجاء بكرة يعني إجاء الرئيس ترامب وعمل كريسمس جفتس بدأ يقدم هدايا إنه القدس الشرقية من قدمها لإسرائيل ضف الغربية من ترك لون 40% ما في مواطن يرضى بهذا الأمر مشل هيك ما عليك سألت إذن أنت عم تستثمر مزيد من التوتر المستقبلي في المنطقة يمكن أي طرف مش خدمة للخيز القضية أن يستعمل ما هو شرعي لأسباب غير شرعية أو لأسباب مصلحة ذاتية لإله يعني عم تزرع قنابل قد تنفجر أو قد تفجر في أي لحظة عم بتقل له للبنان خليك متمسك بمبادرة السلام العربية ومنبكي على الأطلال أو منحكي شعر تب شو الحل التاني قل لي الحل التاني للبنان أنا مش حل أنا بدي أطرح معضلة تاني إذا تسمح لي لأ أنا عم جاوبك أنت إليك مصلحة أنت بعض الفلسطينيين بس أنا عم بقرأ واقع إذا بكرة مضي الدول العربية بقيت أنا واحدة بيقلك دول عربية إذا أنت مش معنا تفضل ألع شوكف بإيدك ونحن جعنا ما بتعمل؟ ما بعتقد الدول العربية تكون معك المشكلة تبدلنا المواقف بالماضي كانت التيارات القومية تعتبر رومانسية اليوم من يدعي الواقعية عربا وغربا هم الأكثر رومانسية هم الأكثر رومانسية هل تعتقد أن السوري أو الفلسطيني أو اللبناني سيقبل أن يتخلى عن أرضه؟ بيسكت بس بيكون تحت حال الضغط وممكن أن تفجر في أي مكان في أي لحظة يعني اليوم أي أن كان موقفك مش أنت كمواطن من القضية الفلسطينية لأسباب تاريخية هل تعتقد أن الفلسطيني المسيحي والمسلم اليساري واليميني بيقول لك خلاص أنا ما بقى بدي دولة يمكن ما يقدر دولة بس سنكون في حالة لا حرب ولا سلم تكون أفضل هدية تقدمها لأي طرف راديكالي سواء كان دولي أو كان تنظيم غير دولي لاستعمالها في المنطقة الحل جاي على لبنان؟ بعيد كتير الحل بالنسبة للموضوع هذا يعني؟ لا لا مبارح كان في مؤتمر صحافي وأنا ما بدي أذكر يعني أسماء بس كان في مؤتمر صحافي للوزير باسيل قال أنه عندنا سنة صعبة بدنا ننطر ولكن الحل جاي على المنطقة الحل الإيراني الأمريكي المقصود يعني هذا الكلام ما يحصل تفاهم إيراني أمريكي اليوم هناك سباق في إنساك بأكبر عدد ممكن من الأوراق إلى الانتخابات الأمريكية البعض يقول إذا أعيد انتخاب ترامب فسيكون التشدد كما هو هو السياسي يطبع السياس الأمريكية البعض الآخر يقول إن سقط ترامب وأجد جو بايدن سيعود إلى المنطقة اللي كان قائم قبل أيام أوباما ونعود إلى اتفاق خمسة زائد واحد اتفاق النووي مع إيران وتحدى الأمور يعني يعني نحن عمر راهن على مجيء بايدن يعني كلبنان هل تعفل لبنان لا هالكلام الحل جاي لا هذا الكلام أنا أفسر هذا الكلام المقصود بهذا الكلام أنه التسوي الشامل في المنطقة أو تسهيل التسوي مش التسهيل التسوي خلق مناخ تخفيض التوتر أو خلق مناخ التوتر خلق تخفيض التوتر كما شاهدنا يوم بتموز 2015 عندما تم توقيع خمسة زائد واحد مش معنات أنتهت الأمور بس دخلنا بمنطق مختلف ونحن رأينا مثلا بالألفان وثلاثة وبعد الألفان وثلاثة أنه كان في تفاهم أمريكاني إيراني بلاش منحكي بالقضايا مبدئية أوكي أوكي على العراق تذكر وغياب عربي ساطع معلوماتك بتقول أوكي أوكي يعني مشان بس ما توص على دي الوقت معلوماتك شو بتقول نحن قدام فترة انتظار قبل فترة انتظار وكل واحد يحاول أن يجمع أكبر عدد ممكن الأوراق يعني هناك مصلحة إسرائيلية إيرانية أعفوا إسرائيلية أمريكية اليوم لرئيس رامب بيخلق أو أبقاء على مستوى من التوتر لأنه بيكسبوا شعبياً وإسرائيل كمان له مصلح نتنياهو ضد جانز يكسب مطاعة دائماً أي سياسة خارجية تقدم سياسة داخلية الشيء زيته بالنسبة في الجهة الأخرى على الضفة الأخرى لا إيران لي إلى أنه نراهن على أن لا يأتي هذا ويأتي جو بايدن وجو بايدن مش معينة حصير أصدقاء لكن نعود إلى سياق ممكن إدارته وتخفيض التوتر في المنطقة دون أن يعني ذلك تسوية التوترات لأن التوترات في المنطقة لها مسبباتها الخاصة ولكن تقطات على الصراعات في المنطقة التي تخطفها يعني شوف دائماً لبنان مجمع مشاكل لبنان كانت خارجية خارج لبنان نحن مجرد كنا أطول الحروب مجرد للأسف كنا مجرد أنا كنت أقول كنا صندوق بريد نحن صندوق بريد البطريارك الرائعي بيقول مبارح في مطابخ تطبخ للبنان جديداً غير لبنان الموجود وليست لصالح لبنان شو معلومات دون شك ما فيه معلومات لكن أنا شخصياً شو عم ينطبخ للبنان أنا بعرف أنه اللي عم يعمل الرئيس ماكرون اليوم بإعاز أمريكي بس شو عم تطبخ لنا المطابق ما بقول فيه إعاز أمريكي بقدر ما فيه ربما تلاقي في محلات معينة لويات المتحدة مع فرنسا تلاقي فيه ليس كلي لكن فيه فيه عماكن معينة مع فرنسا حول العودة الفرنسية ليس لأسباب عاطفية فقط حتى أسباب سراتيجية يعني تصور أنه عندك أنت بؤرة متفجرة على البحر الأبيض متوسط وعلى مدخل الشرق الأوسط يعني تصبح مشكلة للجميع فهذه نقطة أساسية تضع بعض الأهمية بس ما نزيد الأهمية يعني أحياناً نحن في الوضمان متصور حالنا يعني قلب العالم وأنه كل العالم ما نفكر إلا فينا أحياناً فيه ما يسمى الصراعات المنسية بمعنى تديرها على مستوى معين مقبول من التوتر وترتاح منها إذا مصر رخت أكتر من زوم يعني ما بتزعج حقاً يعني هكي بدهم يصير فينا عملياً هذا احتمال احتمال تاني أنه اليوم بهاللحظة قد تحصل حروب أو قد تحصل ضغوطات معينة للتوصل إلى توافقات جديدة قد تفيد لبنان وقد لا تفيد لبنان بعد يقدر لبنان يتهرب من موضوع الاستراتيجية الدفاعية شكراً أنك تسأل هالسؤال أنا عندي جوابة كتير بسيط أنا بالنسبة إلي كان دائماً من سنوات عندما أطلع استراتيجية دفاعية مش موضوع كم دبابي وكم بارودي من يملك قرار الحرب والسلم بعد ألفين لازم يكون بيد الدولي صح؟ سبعة أثنين بعد ما أقوله بعد ألفين يعني الوضع تغير قواعد اللعبة إسرائيل كانت محتلة هلأ بتقلي فيه بعض نقاط محتلة صح وفيه شبعة وبدنا نحددها مع سوريا وكذا وكذا لكن بعد تغيرت أنا أقول استراتيجية دفاعية تقوم عبدأ واحد سلاح المقاومة بيد المقاومة الآن أنا ماني قادر أو راغب حسب كل موقف أن يتحدث في هذا الأمر ولكن قرار الحرب والسلم يكون في يد مجلس وزراء لبناني بمعنى السلطات اللبنانية يعني ممنوع طلقة طلقة واحدة من دون إذن السلطات اللبنانية بالصبت هي تقرر السلطات اللبنانية السلطات السياسية هي تقرر أنه يا سيدي يا جيش رد يا جيش ما ترد يا مقاومة ردي يا مقاومة ارسل رسالة من هالناحية هي وحدانية القرار في يد السلطات اللبنانية وبيغير ذلك مش قصة أبو علي بسحة الضائعة وعن بهنوه أنا بدي يرد لأسباب تاني مش غير ذلك كتير بسيطة غير ذلك بنبقى محل ما نحنا إذا ما رجعنا لورا بنرجع لورا والسلم قرار الردع أو الإكراه في يد السلطات اللبنانية والجميع موجود ضمن السلطات هي تقرر متى هذا بريحني أنا وهذا بعتبر الشيء الأساسي للستراتيجية الدفاعية ما تكون هايدي الشغلة اللي قومت لأيامي عليك وزعجتك بالوزارة أو زعجتهم منك بالحكومة ما بعرف بس أنا هدا كلام أكرره كنت سفير للجامعة العربية وكنت استاذ جامعة وأكرره دائما وأنا مستعد لناقش أنا ممكن أكون مخطئ يا سيدي فلنطن يخش في هذا مش أنا وأنت يعني من يريد أن سؤالين أخيرين الحكومة في لبنان بالوقت الحاضر مين بيعمل التوازنات الداخلية ولا الاتفاق الخارجي يوم دائما دائما في نوع من الدينامية بين توازنات ما تنسى التوازنات الداخلية تعقص أيضا توازنات خارجية في الدور في لبنان نعم وأيضا تنعكس على لبنان فدائما يعني دائما كنت أقول لماذا؟ أنه مجمل خلافاتنا الداخلية مسببات علاقاتنا الخارجية بطير منيح الرئيس ماكرون عم بيقول روحه تفقوا على حكومة وحدة وطنية بمعنى أنه تقدروا تتفهموا عليها نحن قدرين حكومة إنقاذه أنا بعتقد المقصود فرنسيا أنا ما بحكي باسمه بس المقصود حكومة جوهرمون تعرفون منيح يعني كنت 13 سنين أكيد بأعرفون 13 سنين لأ بروحوا بيجي بزوروا وبشارك مؤتمرات وندوات وبالتالي أتابع السياسة الفرنسية والأوروبية اتفقوا حكومة إنقاذ وطني تتفقوا كما ذكرت أنا هكذا أقرح رحنا أدري أن نتفق هذا السؤال أنا شخصيا راغب أتمنى أتمنى أن يكون تحليلي غلط وهو أنه غير أدري بس أتمنى أن أكون مخطئا كما أفهم حكومة إنقاذ وطني إنه وراتنا على الطاولة ونتفق نضع خلافاتنا جانبا نحدد الأولويات وخريطة طريق كما ذكرت نمضي بها بإطار زمني أو جدول زمني محدد آخر سؤال نصيف حتى ترك السياسة اللبنانية أنا ما اشتغلت حياتي سياسة اللبنانية بس دائما معني بالقضايا اللبنانية الكبيرة يعني وضع لبنان موقع لبنان الأمن اللبناني طبعا لا يا سيدي إذا قلت لك ما بكون صادق يعني ممكن تقدر ترجع تفكر بقلب حكومة حكومة إنقاذ مثلا بمنصب وزاري تختار الخارجية بعد بكل صراحة أنا عندما أتيت أكون صريح معك أنا ما كنت فيني أعمل بكل تواضع هذا مجالي الوحيد لو تعترض علي حقيبة أخرى ما كيف ممكن روح إلا يعني حقيبة الخارجية أتمنى دائما أخذهم بلدي إذا ستطعت أنا أخذهم بفعالية بلدي ولكن حتى لو لم أكن في السلطة ثق كمواطن لبناني بخدم بلدي لأنه هذا واجبي وهذه قناعاتي رايح صوب الدول العربية صوب جامعة الدول العربية عن جديد كمسؤوليات لا خلاص عندما يعني الحمد لله عندي شبكة من الاتصالات والعلاقات دائما بكل تواضع وأيضا في المجال الأكاديمي والبحثي يعني أنا عضو بعدة مجموعة بحثية وأكاديمية تضم من هم أكاديميين ولكن أيضا مارسوا العمل الديبلوماسي أو هيدا فبالتالي تجمع بين الممارسي وبين النظري فهذا ممكن قدر الإمكان أنه أشرح وأعرض الوضع اللبناني وقراءة الوضع اللبناني وقراءة الكافية إخراج لبنان من هالنفق شبه المسدود شكرا لك نصيف حتي وزير الخارجية لبناني السابق شكرا أنا بشكرك على اللقاء شكرا مشاهدين الحلقة وصلت إلى ختامها طبعا اللقاء يتجدد في حلقات مقبلة إلى اللقاء شكرا شكرا